أعطني فائدةً واحدة معلقة على إن أن امرأةً أمرأة تل تلقي ابنها في اليم أم موسى عليه السلام فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ومن الذي أن رأيتم إنسان خائف على ما ليرميه في اليم هو ابنه أترمي في اليم شيئاً يحفظه إذا ذهب في الماء ذهب ومع ذلك في ظاهر الأمر فإن أم موسى عليه السلام هي تقول ماذا؟ لولا أن الأمر من الله وأن الوحي من الله وإلا فإنها لن تلقي جنينها وطفلها في البحر وفي اليم وفي الماء والماء من ذهب فيه مفقود أكبار السن يقولون البحر غدار والبحر مهب غدار لأنه لا ينسى بالغدر إلى خلق من خلق الله ما شاء ربي منه بلعه وما شاء طفا فوق ظهره ولربما حفظ الله في اليم من حفظ ذنون في جوف البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت ثم نبذه نبذه الحوت على شاطئ اليم فالله يحفظ ما شاء أعود أم موسى ألقته وكرهت إلقاءه لكن الله جعل بعد ذلك الخير أن يكون التابوت يقف على شاطئ قصر فرعون ليلتقطه آل فرعون ويربى في بيت فرعون ثم يعود بل موسى عليه الصلاة والسلام عندما دخل في اليم في البحر وموسى مع قومه في اليم وضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ودخل واستتمى هو وقومه خروجا التفت موسى عليه السلام إلى البحر وبيرفع العصى من جديد يريد أن يضرب الماء ليعود لماذا؟ لأنه رأى فرعون دخل لعل فقال الله له واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون ما لك هذا الأمر إلى الله المعجزة أن تخرج ولكن لو أن الماء عاد الله ما يريد عاد يعود حتى يدخل فرعون يعني فرعون ما دخل في اليم البحر حتى رأى خروج قوم موسى مجتمعين لم يلحق بهم فلما اطمأن قال إذن البحر سيبقى يبساً وتبقى طرقاً واطمأن قال لقومه الحقوا الله حكيم موسى كان يريد عليه السلام أن يعيد الماء حتى يحول الماء بينه وبين فرعون والله ما يريد أن يحول الماء بينه وبين فرعون إنما يريد أن يغرق فرعون بالماء الذي كان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه إذن حكيم سبحانه وتعالى ولذلك قد ترى أن يضرب موسى البحر لكن والله يعلم وأنتم لا تعلمون شكراً